سنة تلو أخرى ونسبة التسرب تزداد في المدارس العراقية بنحو مقلق أما لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو كليهما معا وفي الحالتين هناك مخاطر جمع إحصائية رسمية دقت ناقوس الخطر حيث أوضحت أن نسبة تسرف في المدارس الابتدائية وصلت إلى نحو أكثر من 25% ففي العام الدراسي 2017-2018 بلغ عدد الطلاب التاركين للدراسة 131,468 تلميذا وتلميذا بلغت نسبة الإناث منهم نحو 47.5% وبلغت نسبة الطلاب التاركين للمدارس الحكومية 99% أما المدارس الأهلية فقد بلغت 18% وفي المدارس الدينية بلغت 20% وأوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن أعلى نسبة للتاركين لمقاعد الدراسة بالمدارس الابتدائية ببغداد كانت في مديرية تربية الرصافة الثانية حيث بلغت الأعداد فيها 11,104 تلاميذ مديرية تربية الكرخ الثانية وبعدد 5,987 تلميذا وتلميذا ومن ثم مديرية تربية الرصافة الثالثة وبعدد 4,372 تلميذا وتلميذا وشهدت المحافظات العراقية أيضا نسبا كبيرة في أعداد المتسربين حيث كانت محافظة بابل الأعلى من بين المحافظات العراقية حيث سجلت ترك 17,012 تلميذا وتلميذا مقاعد الدراسة تليها محافظة صلاح الدين وبعدد 14,100 تلميذا وتلميذا ومحافظة البصرة وبعدد 11,938 تلميذا وتلميذا لجنة التربية في مجلس النواب أكدت أنها ستضع برامجا وخططا هدفها التقليل من أعداد التاركين للمدارس في البلاد سيما وأن هذه النسبة المخيفة تخص المدارس الابتدائية فقط لذلك لابد من خطط لتوفير فرص الدراسة والتعليم لجميع أطفال العراق بدورها قالت وزارة التربية أنها عدت خطة للقضاء على ظاهرة تسرب الطلبة والتلاميذ من المدارس إذ أقامت ورش عمل عدة لتوعية الفئات المستهدفة بضرورة عودتها إلى المدارس وتسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة وتوفير خيارات للطلبة شكرا